موسيقى الجمعة 18 شباط 2022 مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم ضيفي في استوديو هو الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ فيصل عبد السيتر أهلا وسهلا فيك سهلا فيك سباح خير سباح النور يعني كثير من الأسئلة اليوم مطروحة خصوصا وأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية بحسب المعطيات بعض يعتبر بأنه دخلت في الساعات الحاسمة وأنه فرص إنجاز الاتفاق هي فرص مرتفعة جدا جدا بالوقت اللي عم نشوف أيضا تصعيد أمريكي روسي طرد السفير الأمريكي من موسكو تشكيك أمريكي نائبة السفير نائبة السفير نائبة تشكيك أمريكي بصحة الانسحاب الروسي من المناطق الحدودي مع أوكرانيا كلام السيد نصر الله في خطاب ذكرى القادة الشهداء واللي طغى على كل وسائل أعلام الإسرائيلية قنوات التلفزة الكبرى حول تصنيع الطائرات المسيرة وحول تحويل وتصنيع أيضا الصواريخ إلى صواريخ دقيقة شفنا نوع من ارتباع كبير استراتيجي في الكيان في ضوء هذا التوازن الجديد وهذا اللي بنا نحكي عنه كلام رئيس بري بالأمس أيضا أمام اتحاد البرلماني العربي حول الحوار السعودي الإيراني بصفته مدخلا لخفض منصوب التوترات في المنطقة تجديده على مكانة سوريا العربية وأهمية عودتها لتحتل مقعدها في النظام العربي الرسمي أسئلة مطروحة حول يعني كل هذه التحولات اللي عم نشوفها انعكاسة على الواقع الداخلي اللغاني والله الامتحان وايه كبير وفي عندك ملف ترسيم الحدود والتنازلات والصفقات ما بعرف اليوم بأي إطار يمكن يعني طرح الأسئلة في هذا الإطار وقديش مثل ما قالتها أردت أنه الاتفاق الحدودي البحري في لبنان أصبح ممهدا يعني بمعنى أنه قد نكون أمام إمكانية توصل إلى مثل هذا قليلا نقول تسوية أو الاتفاق ما بعرف بالوقت اللي ينتظر أيضا يعني ما بعرف كمان إذا في إجراء استحقاق الانتخابات النيابية في موعدها البعض أو بعض الأجواء بلشت شيئا كأنه قد نكون أمام إرجاء هذا الاستحقاق كل هذه الأسئلة اليوم خليني بلش من خطاب السيد مصر لن نقبل بهذا الأمر على الإطلاق لماذا؟ أبدا لماذا؟ تعول على ماذا من خلال هذه الانتخابات؟ نحن نعول على وعي اللبنانيين أنه هذا استحقاق من الضرورة أن يعني يجري في موعده من أنتم؟ نحن المواطنين اللبنانيين ما قلنا رأي أنه ليش بدنا نظلنا نقول نأكد على هذا الموضوع أنه إذا الخارج بده انتخابات لازم تصير انتخابات لا نحن اللي بدنا الانتخابات وخلي الخارجي يلاقينا ما الذي تريدونه من خلال هذه الانتخابات أنتم الشعب اللبنانيين؟ أن يمارس اللبنانيون حقهم الديمقراطي والطبيعي والحفاظ على سيرورة النظام الديمقراطي في ربنان حق الديمقراطي اليوم والتعبير عن واقع ما في إطار المزاج الشعبي خليني أقول القائم خصوصا ربطا يمكن 17-20 والواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي المتردي بيوصل لمطرح من المطارح إلى هذا التغيير المنشور شوف هذا حكي يعني هذا حكي يا طول أول شي صباح الخير إليك صباح النور وهذا أول اللي قال إلنا صارنا زمان ملتقينة وحمد الله على سلامك من الكورونا كمان يعني بما أنه يعني أول إطلال إلي معي شكرا وبنحيي المشاهدين يعني طبعا بطبيعة الحال طبعا الحكي كثير بطول يعني الآن إذا ما نحاول نربط الانتخابات فقط بما حدث في 17-20 والرهانة عليها وما بعرف شو طبعا هذا يعني ربما ركبت أوهام كبيرة على هذا الحدث وأنا بأعتقد هون هني عم بيسيقوا لهذا الحراك اللي صار كير يعني أنه هذا الحراك هل هدفه كان الوصول إلى مثل هذا النوع من الرهانات يعني هذا لا يعبر عن وجع اللبنانيين فيما له علاقة بالسياسات التي كانت يعني تنتهج في لبنان وهذا يؤكد فكرة أن هناك من استغلى مثل هذا النوع من الحراك لكي يصل إلى مقارب معينة لا بس مش نزول الناس كانت تعبير عن هذا الرفض لكل هذه السياسات التي انتهجت خلال الفترة الماضية شوفي إذا كانت الحركة العامة هي تعبير عن وجع فأين هو هذا التحرك العام من سنتين إلى هلأ لم يعد هناك أي شيء فات كثير من العناصر التي دخلت وقدت إلى أجهات لا شو بدك بالحكي هي العناصر هي كانت من الأول من اللحظة الأولى كانت العناصر الموجودة هلأ في ناس ما بدت تقتنع بهذا الموضوع ستكشف لهم الأيام واقع أنهم استغلوا أبشع استغلال وأنه نضاف منهم لم يعد لهم أي وجود في كل هذا المشهد السياسي استغلوا من قبل من؟ استيس فيصل اليوم لما بنقول صار في استغلال من قبل أي جهات؟ السفرات، دول، أحزاب محلية، قوى محلية ناس قلبت الميمنة على الميسرة يعني قلبت مثل ما بقولوا نحن بالعرب الفصحى قلبت ظهر المجنة إذا بدك كل هذا موجود الآن بعد سنتين من هذا الموضوع تقريبا يعني نحن الآن رايحين لمشهد قد يظن البعد أنه يريد أن يحول أو يغير استراتيجيا في لبنان من خلال الانتخابات النيابية طيب، الآن كل المعطيات وكل الأرقام وكل الأحصائيات تشير إلى عكس ذلك تماما الآن ما أعرف إلا لناحية شو يعني تغيير الأكثرية اليوم؟ ما في أرقام تشير إلى أنه سيكون هناك تغييرات نوعية بل أكثر من ذلك ربما البعض عم يطلع بإحصاءات ستبقي الأكثرية الحالية هي الموجودة بكل تناقضاتها طيب إذا كان كل هذا اللي صار وكل هذا الحصار اللي مورس على لبنان وكل هذه الحركة للسفيرة الأمريكية وعواصم أساسية مؤثرة بلبنان وبعض الدول الخليجية اللي ساهمت أيضا في صب الزيت على النار لم يحقق أي شيء بالعكس ضربت أكبر كتلة سنية في لبنان وأخرجتها من المشهد السياسي وزادت في تشزي الواقع السني في لبنان أكثر مما كان في السابق وهذا الأمر انسحب أيضا على الساحة المسيحية التي ربما ستكون هناك معارك واحدة في داخل الساحة المسيحية في هذه الدرجة الآن طبعا تشزي كبير سيصير عمليا وهذا التشزي كان يظن أحدهم الذي يراهن على الانتخابات النيابية كان يظن أنه سيقبض على مقود السيارة إذ به الآن يعني يفاجأ بأن الأمور ليست بهذا النحو على الإطلاق خاصة في ظل المنافسة المحمومة بينه وبين أطراف أخرى في الساحة المسيحية أنت تقصد مينة أتحدث عن قوات لبنانية تحديدا وخاصة أيضا أنه خسر أيضا ما كان يتوقعه من حصد الأصوات السنية في بعض الدوائر المشتركة بينه وبين الشارع السنية المشهد يعني مبكرا لأنه بعد في كتير إذا بدك يعني مشهد ضبابة خلينا نقول وبعد ما في حدا يقدر يروح إلى رسم صورة واضحة لناحية التحالفات لناحية اليوم مزاج الشعبي لناحية كمانة يعني تعليق العمل السياسي لتائر المستقبل إنعكاسه على أصوات السنة بشكل كبير وهي الإشارات مدام ساوصل كيف كانت عم تكون الإشارات كانت عم تكون من خلال إحصاءات واستبيانات واستفتاءات طيب ونحنا الآن عم نعكس هذا الأمر من خلال إحصاءات واستفتاءات واستبيانات يعني وما حدا أحسن من حدا مشاك طيب كلنا عم نقرأ في هذه الخريطة طيب ليش هني طلع معهم إنه هني رح يصير عندهم أكترية وعملوا هذا المعرك يعملونها عنوان أساسي حزب الله إنه يعني حركة عمل يعني هني وياهم توقمين يعني إنه خلقانين من نفس الأم والباقي يعني طيب التيار الوطني الحر شو؟ حزب الديموقراطي شو؟ طيب الحزب السوري القومي شو؟ إنه هادي حلفاء لقلون إنه ليش المعركة يجعلوا عنوانا الأساسي حزب الله بس إنتا ما كانت المعركة دايما حزب الله وسيلة المقاومة لا 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 حتى يعملوا تحشيد دولي وتحشيد أقليمي وإلى آخره إنه هني يعني مهمتهم الآن ستكون إركاع حزب الله وكسر حزب الله وتحطيم حزب الله وإلى آخره وكأنه حزب الله يعني ليس له مر وحواسع من بس هو رهان على إركاع وأضعاف حزب الله عبر يعني سلبه الأكثرية اليوم إذا بدنا نرجع شوي إلى مسألة الأكثرية يعني ببلد عنده ديمقراطية توافقية ويحتاج دايما إلى تفاهمات وتوافقات وتسويات الأكثرية والأقلية هني يعني بيقدروا يغيروا بالمشهد القائم؟ شوف يعني هلأ مش دفاعا عن حزب الله بس توصيف دقيق للك إذا أراد حزب الله أن يزيد من عدد نوابه يستطيع من خلال شو؟ من خلال ترشيحه اللي حلفاء له في بعض الدوائر الأساسية ويتبنى هذا الترشيح وللماذا لا يقدر؟ لكن حزب الله لا يتعاطى مع الموضوع الانتخابي من هذه الزاوية يعني يتعاطى من زاوية أخرى تماما ولا طالما حافظ عليها في أنه يعني أن يكون ممثلا في المجلس النيابي بهدف أساسي وهو حماية هذه المقاومة وتبين أن كان معه حق في أن تحولات ستطرق على البيئة اللبنانية في أن البعض ممكن أن يتآمر على المقاومة من داخل البيئة اللبنانية وهذا هو الحاصل الآن يعني البعض يحاول أن يغازل العدو الإسرائيلي ويجاهر بعدائه للمقاومة وهو لبناني طيب هذا الأمر كان يراه حزب الله ولا طالما ذكر به بشكل أو بآخر لو أراد حزب الله فقط يعني مسألة حصد المقاعد وأنا كنت هيك في دردشي مع سمحت سيد هاشم صفي الدين وكان في بعض الأصدقاء حاول أن يعني يسأل هذا السؤال بهذه الطريقة يعني بمعنى وكأنه كان يشير أنه لماذا لا تتطلعون بنا أو إلى بعض الأشخاص الذين قد يكونوا مؤهلين وإلى آخره أو أنه أن حزب الله يرشحهم بشكل أو بآخر فأنا استلمت الدفة باعتباري أني يعني مقرب ولدي القدرة في صياغة السؤال بطريقة الخاصة وما بيتحسسوا مني حزب الله عملي يعني قلت له يا سمحت السيد يعني بالعربي مشابراح هم يقولون لكم أنتوا سياستكم حصد المقاعد أو حصد القلوب قال نحنا سياستنا سياستنا حصد القلوب التي تأتي بالمقاعد يعني مش نحنا سياستنا حصد المقاعد نحنا سياستنا حصد القلوب الناس تحبنا ونحب الناس مش الموضوع أنه موضوع كراسي وموضوع عدد ولا لو الموضوع كراسي وموضوع عدد كانت كتير تغيرت خريطة التحالف إبس ما أنت بلشته عم بتقول أنه المعركة المفروضة عليك اليوم هي للوصول إلى كسر هذه المقاومة وبالتالي تفرض عليك معركة الكراسي بمطرح من المطارح وإنت عم بتقول أنه أنا أد هذا التحدي ليه ما بروح للآخر بهذا التحدي طالما عند القدرة اليوم على حصد هذه الأكثرية بالنظام الأكثرية كنا نقول أنه هذا نظام مشحف لأنه عملياً اللي بيأخذ 51 اللي بيكون أخذ 49 بيصير مش موجود بالخريطة مع العلم بالمنطق أنه هذا قسمة ضيظة متل ما بيقول القرآن الكريم يعني قسمة منة منطقية يعني إذا أنت معك 51 وأنا معي 49 أنا أنت فات من الوجود طيب أنا بدي اتنان بصير قدك يعني أو بدي واحد بصير حد منك يعني فعملياً مش هذه الحسابات الحسابات لما بنقول نحن خيارات كبرى في حماية الوطن وفي الدفاع عن الوطن هذه المسألة مش خاضة على مزاج سوسن وفيصل ونائب هون ونائب بالنائس ونائب بالزائد وأنما الموضوع له علاقة بثوابت وطنية أخلاقية لو إجاء كل هذا العالم وإجاء آل لمجموعة من المقاومين عم يدافعوا عن أرضهم في مواجهة الاحتلال هل يستطيع أحد أن يطوعهم ويغير إرادتهم أكيد ما إله بالحق فلذلك هذه المقاومة التي طلعت وهلأ يعني لما عمل حزب الله أسبوع القادة الشهداء سمى القرار 1982 والعالم كله كانت عم تتحذر شو معناته فطلع السيد سمح السيد وشرحها يعني أنه بعمر الاستشهاد إلى آخره إلى عمر الانطلاق طيب لما انطلقت هذه المقاومة في الاشتياح وحكي كل مراحلة كان فيه انكسار في لبنان والبعض قال لبنان ذهب إلى العصر إسرائيلي طيب إسرائيلي وسبعت عشر أيار كنت تتحولات كبرى طبعا ونتيجة هذا الموضوع صار في انتخاب رئيس جمهورية غصبا عن اللبنانيين ورجع استكمل بشقيقه وكمان رئيس جمهورية آخر في ظل هذا الموضوع طيب وصارت انتفاضة ست شباط وتغير رجع الموضوع وقلغي يا سبعة عشر أيار ورجعنا فتنة على لوزان وعلى جناب وعملنا التسوية الشهيرة ورجعنا بعد الحروب الداخلية الأخرى وحرب الرئيس ميشيل عون مع السوريين وحرب الإلغاء وحرب التحرير وصلنا إلى تسوية تانية اسمها اتفاق الطائف برعاية دولية طيب كل هذا كانت العالم كلها تقول انه انتوا معقولي تغيروا في معالم يعني انتوا يعني عم بيحكي هون عم بيحكي للمجموعة كلها اللي انطلقت وحملة فكرة المقاومة يعني معقولي توصلوا لمطرح تكرسوا في معادلات رداء تجاهل العدو كان في ناس في لبنان تشكك كان في مش متشكك يعني كانت معا ضدك للآخر مكتب أوري لبراني كان بتضيق مش هيك ودورات عملوها القوات اللبنانية بالداخل الإسرائيلي دورات أسلحة وضباط وصواريخ وخيارات ورهانات وانه يعني يطلعوا يقولوا انه هذا لبنان خلص اخذ إلى مكان آخر مش هيك الآن وين نحن صار لبنان مش بس انه بمحور آخر لبنان هو ركيزي لهذا المحور لبنان هو الآن نقطة التحول استراتيجية اللي عملت مفهوم القوة الرادعة اللي مش موجود ولا بأي دولة بالمنطقة العربية كلها سوا مع احترامنا لكل الدول مش مصر هي أكبر دولة مش مصر أكبر دولة عربية مش السعودية تاني أقوى دولة بهذا المعنى طب وين مصر وين سعودية وين كل هذه الدول وين صاروا وين لبنان بصرف النظر الآن لبنان الرسمي ولبنان الشعبي ولبنان المقاومة العادي سؤال وين لبنان بتفتح الكثير ايه ايه معاملك بصرف النظر بصرف النظر انه كل واحد بده ياخد لبنان على زوء بس لبنان الذي يراه العدو الإسرائيلي شو بيشوف فيه بيشوف فيه لبنان احد العقبات الكأداء في منع التحول العربي الكامل باتجاه التطبيع مع العدو الإسرائيلي وقال لما هاي الدول الخليجية عم تركت راكب مش بس تحاق مش بس انه تطبيع تحالف ايه وتفهمات واتفاقات بالوقت اللي كان بعض المعارضين البحرينيين عم يعملوا احتفال بس بذكرى انطلاق حراكهم اللي صروا من سنة 2011 الله بده يكشف زيف هؤلاء وادعاءاتهم عم يستقبلوا مين نفتالي بينت بنفس اليوم يعني حتى تشوفي انه هذا يعني هذا الاجماع العربي او بعض الدول العربية وين رايحة وبالوقت اللي بيطلع سماحت السيد حسن نصر الله بيقلك نحن حولنا التهديد الى فرصة وصار عنا مسيرات من صنعنا وصواريخ هذه العشرات الالاف او مئات الالاف مثل مبدي انه اصبح العدد الاكبر منها صواريخ دقيقة هذا ماذا يعني هذا تحول في العقل ايضا مش بس بالقوة هذا تحول في العقول يعني اليوم في قدرة على وانت لما بتنجي هذا العقل الذي لديه قدرة على منظومات التحكم كهربائيا انا بنحكي الان منظومات التحكم مش عم نحكي بس تحويل الصاروخ تحويل الصاروخ قد يكون ممكن مسألة ممكن ناس كتير قادرين عليها بس منظومات التحكم ومنظومات التفلت من الهجوم يعني او من العدو هذا هو الاهم هل وصل حزب الله بعقله ان يصل الى هذا المستوى هذا سؤال يحير الصهاينة الان لذلك مبارح هذا الخبر وان مرة مرور الكرام الى الان بعد مصر فيه تعليقات كتير انه ان يعلق الجيش الاسرائيلي يقول ان هناك مسيرة اسقطت فوق يوم صار فيه تداول هذا الخبر هذا بحد ذاته شو سواء الان المقاومة اصدر تبيان او لم تصدر او حزب الله علق او لم يعلق وبعده هذا الامر لكن قوات الطوارئ الدولية او اليونيفل شو بيسموها هلا الان بالمنظومة جديدة شو بيسموها بعد السبعة عشر سفر واحد شو بيسموها يونيفل بسموها قوات اليونيفل ليه نسيتش اسمها لا لانه كانت قابل بالزمانات بالسبعينات ان نقول قوات الطوارئ نحن اكتر مش هيك هلا صار اسمها قوات اليونيفل يونيفل ممكن مثل بعضهم والله ما بعرف ما بعرف اذا تغير المصطلح بالمعنى الميداني نا هنت دايما تابعين كانوا الامم متحدة مهم فقوات اليونيفل قالت انه اخبرنا وابلغنا الجانب اللبناني الرسمي الاخري ليأكدوا الخبر عمصداقية الخبر اذا هذا الامر لن يمر مرور الكرام على العدو الاسرائيلي خصوصا انه جاء بعد استهداف سوريا يعني جنوب سوريا وجنوب العاصمة السورية دماشق بغارات يعني لم تسفر عن شيء لكنها كانت واضحة ان هذا العدو وصل الى درجة من الاحتقان كان يريد ان ينفس هذا الخطاب الذي اخذ الامور الى مكان اخر يريد ان يقلب كل المعادلات اليوم هذا الخطاب من خلال الكشف برجع الى حتي لقلك انه بهذا المعنى الاكثرية والاقلية لا تقدم ولا تؤخر ما هو عمليا طب لكن ليه عم تخد هذه المعركة بالاساس ما هي فرضت هذه المعركة لك وليك من يقول بانه الاكثرية تعطيك هذه الشرعية تبنيه بالأكثرية معيك انت بنت جنوب تعرفي بالزيت وبالزيتون بتصير زيت عزيتون بسموها مشايك بنتها زيت عزيتون بشر مال في زيت ON مثي مش مال في زيت وزيتون نا نعم عملك انت بنت جنوب انا ابني بعلبك ما في عنا زيتون فانت بتعرفي اكثر بهالموضوع ان تكون الاكثرية معيك انه زيت عزيتون واده هدف انت اذا بتروح بتلعبي مبارات فاطبول بتروحي عشان تربحي ولا عشان تخسره. دائما الهدف هو انك تحرز هذا الانتصال. بس الربح مش بأي شيء. يعني فيه الواحد يلعب فطبول ويكسر كل اللاعب ويطبش العالم كله سوا. ويحمل الفطبول ويحط جول. حزب الله لا يخوض الانتخاب بهذا المنطق. حزب الله يخوض الانتخابات باللعب النظيف. بالخطاب السليم. بالرؤية النظيفة والواقعية. كما مفترض ان حلفائه ايضا يخدون هذه المعركة بهذا المنطق. طيب. وإلا لو كانت فقط الهدف هو الاكثرية بس بعينه الاكثرية ما بيقدروا يعني يشتغلوا مئة الف طريقة وطريقة. المغريات فيه الواحد يفتحها يعني. متل ما هلأ يعني السفارات فاتحة على بعض. بأي معنى انه حزب الله ينفتع على هذه السفارات. لا لا. بيقدر بيقدر ببعض الوعود متل ما غيره. لكن هذا لا يستعملها. حزب الله لا يلعب بمثل هذا الامر. ولا يستخدم هذه الوسائل. ولا يشتري ارادة الناس. بس اليوم هو حريص على تحالفاته. حريص على ابقاء حلفاء وقوياء. حريص على اليوم يعني الذهاب الى صورة موحدة لكل هؤلاء. من اجل احراز اخر شي نتيجة. الى رمزيتها. انا خدت حزب الله بالمعنى الفردي. بس مش عم بقصد حزب الله بالمعنى الفردي. حزب الله وحلفاء. انا عم بقصد حزب الله بمعنى الشمسية الجامعة. اوكي. هذه الشمسية الجامعة. حزب الله ظنين بها ان تبقى قوية وظنين بها ان تبقى موجودة. وهو يعتبر ان التحالف معها والتحالف يعني وتحالف هؤلاء مع حزب الله. هو حماية للوطن. حماية للبلد. مش حماية لا تقدر تحمي البلد. صحيح. صحيح. بس الاصل هو حماية الوطن. طبعا. وهذا الهدف الاسمة. ايه. وهلا حزب الله يستطيع ان يحمي نفسه. يعني المسألة حزب الله معرض دائما لان يكون موضع استهداف باي طريقة من الطرق. بس هوني قد يطرح. يطرح عليك احدهم سؤال. عبر شبكات التجسس. عبر الاغتيالات الى خير. ما هو التحدي صار اكبر. بس هوني قد يطرح عليك احدهم سؤال اليوم. انه اليوم استطاع حزب الله من خلال تراكم القوة وما وصل اليه اليوم حماية الوطن. يعني هذا سؤال مطروح اليوم. من خلال مش عم نحكي بمعادلة الردع ومسألة العداء مع اسرائيل. وبطبيعة الحل المعارك التي خيضت. ولكن من خلال الواقع الداخلي اللبناني الاقتصادي الاجتماعي المالي. استطاع في نهاية المطار. شوفي حماية الوطن فيه له عدة عناصر. هذه المقاومة عندما انطلقت لتحاني عن الوطن كان فيه موضوع العسكري امامها بشكل اساسي. صحيح. طرد الاحتلال تحرير الارض مش عارف شو الاخرين. الخطوة التانية كانت خلق منظومة ردع في مقابل للعدو بمعنى ان يخاف العدو من قيام باي شيء داخل لبنان. اليوم اصبح المنطق متطور اكتر. هو منطوق كاسر للتوازن. منطوق الرعب ما بعرف شو الى اخرين. هني بستعملوا مصطلحات توازن الرعب. حزب الله توازن الرعب او كاسر الرعب الى اخرين. طيب كل هذا اصبح موجود. لكن هذا لا يعني ان العدو لا يستطيع ان يتسلل الى داخل البنية. طيب هذه البنية في الاصل هي مصابة باهتراءات. يعني هي بنية هشة. بنية هشة لانه هناك اختلافات تاريخية وجزرية في لبنان. وما نضحك ع بعضنا. في اختلافات على الهوية. هلأ بتطلع تدليل. يوم في صراع على الهوية اللبنانية. نعم في اختلاف طبعا في اختلاف. كيف هذا اختلاف? طيب في اختلاف بين لبنان العربي. اي عربي. عن اي عرب نتحدث. وبين لبنان زو وجه عربي. شو يعني زو وجه عربي. يعني بتقلبيه لوجه هاك بصير يعني اماركانة بتقلبيه هاك بصير فلنسي. او انه بصير يتلون بحسب اشعة الشمس يعني ساعة وجه عربي ساعة وجه مش عارب شو. واخر شيء امتداده عربي ولكن ايضا كمان ابعد من ذلك الى الوجه الغربي. شوفي كل هذه المصطلحات انما يعني جيء بها لانها تعبر عن اشكاليات حقيقية وتاريخية. تعبر عن الوقع اللبناني. وبعد في ناس بتبشرك بالفينيقية يعني وبذلك الفينيقية واللبنانوية. كأنه هلأ نحنا يعني هذا هو الهم تعولنا يعني. يمكن واحد يقلك لبنان موجود من العهد المسماري والعهد الطبشوري يعني. طبس انت ليه عم تاخدها بهذه الطريقة. انا اخر شيء عادي اصول جذور محددة يعني. خلينا خلينا نفهم على شكل. يعني هذه الاوطان اللي بتظلها دايما تستحضر مثل هذه المقولات يعني معناتها انه هي يعني مش متفقه على شيء. اللي لم تبلور اخر شيء. لم تبلور اي شيء من هويتها. طبس مع اخر شيء طبعا. لما دايما تستحضر مثل هذا الامر. يعني انها تعيش هذا الهاجس والقلق الدائم. صحيح. بس عيدا يعبر عن واقع. طيب عادي. اخر شيء انت ما رحت الى يعني. جيد. اذا احقامة هذا الوطن. هذا يثبت هذا المنطق الذي نتحدث به. من انه ناس في ناس بلبنان لا تزال لا ترى العدوب الاسرائيلي عدو. طب شو بتعمل معها هاي. اي شو بتعمل معها. شو بتعمل معها. ما اخر شيء في في دستور لبناني بيقول انه اسرائيل هي العدو. طيب وهم لا يعملون بمنطق هذا الدستور. باي معنى لا يعملون. مين بيطلع بجاهر اليوم بعلاقته مع اسرائيل او مع هذا العدو ان هو يعتبر انه اليوم اسرائيل ليست عدوا. في حدا بيطلع يقدر يجاهر بهذا الموقف. طلعوا كتير على قدوات تلفزيونية. طلع عبروا انه نريد السلام. قد نكون مع السلام. ولكن بيقدر يقولوا ان اسرائيل ليست عدو على الاقل يوم. نريد السلام مع مين. لما بيطلعوا بيقولوا لك نحن نريد السلام. وما بدنا الحروب وما بدنا المقاومة وما بدنا سلاح غير السلاح الجيش اللبناني. انه شو معناته هذا. انه هنا عم بيقولوا من منطق انه اخر شيء. المقاومة تحولت الى قوة اقليمية. لبنان لم يعد قادرا على تحمل هذه القوة. لانه صار انعكاسات على الواقع الداخلي اكبر بكثير. وعم بيقولوا انه انتهى موضوع العداء مع اسرائيل لناحية. انه صار في تحرير الارض. وصار في طرد لهذا الاحتلال. وهم يعتبرون بانه صار في سلاح موجه في الداخل. وبانه يلعب اليوم ادوارا على صعيد المنطقة. عم تضرب لبنان. فبيطلبوا له انه هيده هيدول صار عندهم يعني اثارت عندهم قلق كبير. وهم يريدون اخر شيء. بما انه عندهم هذا القلق الكبير. وعندهم علاقات كبيرة مع دول وسفرات. يروحوا يجبوا لنا اس 400 واس 300. وصواريخ دقيقة. وطائرات اف 16 و اف 35. مثل ما الامريكان والبريطانيين والفرنسيين عم يعملوا مع دول. اصلا هي بحياتها ما عندها حروب وما عندها اعداء. وغير بيعطوهم بات سفاءات ومساعدات. طيب اذا هود يظنينين هالقدة. ومفكري انه جيش اللبناني لوحده قادر يحمي لبنان وقادر يوقف بوجه العدو الاسرائيلي يروح يجيبوه لنا هودة. طيب. هيدا بس يخشي طاولة حوار بيبحثوا فيها كل هذه المقاتلة. لما بدي يحكي الواحد بمثل هذا العامل كمان بدي يكون شوي منطقي مع نفسه. اما ان نقول ان هذا العدو هو عدو. وبالتالي علينا ان نوجد كل اسباب الحماية ومن حقنا ان نوجد اسباب الحماية. بعدين اللي بياكل كفوف مش مثل اللي بيعدة. اللي بياكل عصي مش مثل اللي بيعدة. يعني مبارح سمحت السيد بالخطاب. لمح الى شي من هالنوع. وقال انه اكتر شي اللي يتحمل بكل هذا الامر مين? 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 اهل الجنوب. تاريخية. لانه العالج جغرافيا وفيه تماز مباشر مع طيب ضريبة الجغرافيا. انا ما اقول انه اهل الجنوب يعني انه انه احسن من بقية الناس. كل العالم مثل بعضها. بس اهل الجنوب دفعوا نتيجة هذا الضريبة الجغرافية. هادي الساتورية. لو كان الشمال هونيكة كان نفس الشي. لو كانت بعلبك هونيكة نفس الشي. طيب. صوضفة انه هذه البيئة الجنوبية على تماس مع فلسطين المحتلة ومع العدو الاسرائيلي. وهذه البيئة بغالبيتها الساحقة من طائفة معينة او من مذهب معينة. عمقول بغالبيتها. ما قلت انه ما فيه. ما قلت انه ما فيه. طيب. شو نعمل يعني. نعمل يعني تغيير ديمغرافي. نعمل يعني انه منغير الناس. يعني شو نسي. طيب اذا هوني فاتوا واحتلوا. كل مناطق الجنوب باشتيحات متعددة. وعملوا وارتكبوا المجازر. على فكرة تعافين احنا مقصرين كتير باعلامنا. ان نسلط الضوء على هذه الجرائم التاريخية والثقة. والمجازر الاسرائيلية التي يعني كل مرة منرجع منقول نفس القصة. وكأنه ناس ما يعني زاكرتها كتير منقوصة. للأسف نعمل ذاكرة مصحوبة. مرة مجلس النواب اللبناني يمكن عامل ما بعرف بأي. اكيد بعهد الرئيس بري. لانه من 92 عم بيحكي بعد 92. بس ما بعرف اي دورة. بأي 96 او بالالفان. او بذكرى التحرير بالالفان. اعمل كتاب يمكن او شيء. بس للأسف. يعني ايه. لم يتداول هذا الكتاب. يعني لم يكن بمتناول الناس. وانا برأيي الان اعادة التسكير بهذا الكتاب بفصوله. وبالوقائع. بالتواريخ. خلي العالم تحفظ. انه نحنا فاتوا علينا الاسرائيلية بال 48. وفاتوا علينا بالخمسينات. وبالستينات. وما كان لا في مقاومة ولا في ايران ولا محور ايراني. ولا ولا اطفقه ولا حزب الله ولا غيره. كانت الناس العاديين عند بقر وغنموا معزة. يفوتوا يدبحون ويجزروا فيهم. فلذلك ما حدا يعني يحاول يهشم هذه الصورة. هذه المقاومة عملت نقطة التحول استراتيجية في المنطقة. وانا عم بقول المقاومة. انا عم بقول تراكم المقاومات. الذي يعني وصل الى ان يكون في زروته وفي انتصاراته الكبرى مع حزب الله. وهذا امر يجب علينا ان نعترف به جميعا. لكن حزب الله لم يثمر هذا الانتصار لنفسه. لو كان الانتصار لنفسه. لكان بالالفان وبالالفان وستة وبعد الالفان وستة وبعد ايار الفان وثمانية لقلب الميمنة على الميسرة. لكن البلاد لا تحكم بهذا المنطق. البلاد تحكم بالتعايش والعيش المشترك والتوافق والتفاهم. بس اذا انا كل ما بمد ايدي لقدام. ما فيه اقطاع اليوم للتفاهمات بيظل هذا الواقع المنقسم في هذه الدرجة. ما فيه خيار اخر. بعد فيه امكانيه لجلوس على طاولة واحدة. قراءة بكتاب موحد. يا سوسن ما فيه خيار اخر ما هو. يا تفاهم وتوافق يا حرب. طيب فيه حدا بده الحرب. يطلع يقولي اخي بدنا حرب. فيه حدا بده التقسيم. اذا مزبوطة هاي الخريطة اللي واصلي للكونجرس. اذا مزبوطة. اذا مزبوطة. اذا مزبوطة يعني هاي الخريطة الواصلة للكونجرس. وبعض المشعوزين. فيه اكتر من طرح اليوم لا الخروج اخر شي بما يلائم اصحاب هذه الطروحات. هشوف ادي فيه امكانيه لتحقيق هذه الطروحات. او تحقيق مثل هذا النوع من الطروحات. في ظل هذا الواقع كمان من القوة التي وصلت اليها المقاومة. واللي هي اعلنت بشكل واضح انه الهدف الاسمى هو حماية هذا الوطن لاكتر. دي اطلع بفاصل. نرجع من جفة. بعد هذا الفاصل مشاهدينا. نتابع السياسة اليوم وضيفي الاعلامي والمحلل السياسي. الاستاذ فايسل عبدالساتر. بس اول شي نقطة بالنظام حتى ما يبين. بما يتعلم موضوع الاكترية. بالتأكيد الاكترية يجب ان تكون هدف ولا واحد ليش بيرو على الانتخابات. بيرو على الانتخابات الاحترية بيكون عنده اكترية. مش اكترية بس بمقابل انه اللي كنا عم نحكيه. لا الاكترية ايضا هي بحد ذاتها انتصار. والانتصار حلو. والانتصار يمنع الكثير من الخيارات المتهورة عند البعض. اذا كان يعني. يعني في اطار الحفاظ على هذه المقاومة والدفاع عنها. يعني مش هي الاكترية هدف بحد ذات وانما هدف من اجل حماية. مثل ما حضرتك تفضلت وقلت. اذا. يعني الحماية الى عناصر اخرى. بس الاكترية ايضا من ضمن هذا الامر. يعني الحماية اللي بيدخل باطارة انه الحطول على الشرعية. في النظام العالمي بالمجتمع الدولي وما يسمى بالمجتمع الدولي دايما بيعتمدوا هذه المعايير. بصرف النظر انه احنا اذا سوءة عندنا هلقدي اله. هو انطلاقا من مبادئ الديمقراطية عادة انه اكترية واغلية. صحي. انه بالعالم بس هني بيعرفوا في بلاد مثل لبنان او شبيه بلبنان مثلا. مش هذا المعيار ما هو اساسا النظام الانتخابي نظام طائفة. يعني اصلا. حتى ولو غال لافني. ايه يعني فعمليا يعني لو لو قدر الامر ان يكون النظام الانتخابي غير طائفة. كنا امار مشهد اخر. انا بقولك حزب الله بيكسح مش بس بيجيب تمانين بيجيب تسعين ومية. كتير حلوة هذه الثقة اليوم. ايه لا مش عم بحكي. يعني العمل على تشويه صورة مقاومة تهشيمة تحميل مسؤولية ما وصلت اليه. عم بحكي بليحاظ انه هذا شعبنا فيه اكتريته الساحقة شعب يحب العزة ويحب الانتصار. وهو بشوف هذه المقاومة رفعت راسه وحررت ارضه ووقفت بوجه اسرائيل. يا عمي اذا الاسرائيلي بيقول اعدى اعداءنا في المنطقة حزب الله. اكتر من حماس اللي هي حماس بقلبه جوه مشيك. يعني هو يخاف من حزب الله اكتر من حماس. من بأس المقاومين. اي اي يعني مش مش انه انه هذا العدو داخله هو بالنسبة له هو محتلله وارضه. يعني تعايش مع هذا الامر منذ اكتر من سبعين اثمانين سنة. بس مش قادر يتعايش مع خطر برز خلينا نقول بشكل كبير بعد الالفان وستة. يمكن قبل الالفان وستة كانت كانت الامور تقليدية مثلا خلينا نقول. بس بعد الالفان وستة لا ظهر اشياء اخرى. اذا اذا العدو هيك بيفكر. فكيف باللبناني اللي قاعد بعكار. واللي عكار طول عمره عندها شهده وشاركت بالمقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية وغيره. او بعرسال او بالهرميل او باي مناطق. لك حتى مناطق الجبل من بسكنتا لابتغرين لكل هالمناطق. تعافي شوفيون عدد شهده هاودي بالمقاومة الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي. حرام نحنا لازم ننصف هذه البيئات. للأسف هذا الخطاب الطائفي حول المناطق ابدا متل كأنه جيته. انه جيته للموارنة. جيته للكتائب. جيته للتيار. جيته للقوات. لا. ونفس الشيء. نحنا كان عنا بالفترة الماضي لك بالشياح بالغبيرة. ناس مع التيار الوطني الحر. وهذا شيء حلو. شيء حلو ان يكون فيه هذا الخليط والنسيج. كان بطل فيها اللعن تقول كان عنا. يعني كان فيه اشخاص بارزة. اي. يعني هلأ ما بعرف ان خلف المشهد ما عدنا شفناهم. يعني متل الاستاذ كانجو وغيره الاخرين. هلأ ما بعرف يعني ما عد شفتهم يعني بالمساحة الواسعة. ويمكن كمان التيار تراجع نتيجة حصاره بخطاب شوي اخدوه على الملح المسيحي اكتر. طيب كل هيدا. ولا التيار او غيره. يعني كان مفترض بحركة امل حزب الله الاخر. يعني يمكن حركة امل وحزب الله منطلقاتهم كتير ايمانية. يمكن شوي التعدد بداخله يكون صعب شوي نتيجة يعني بعض العقائد الايمانية. بس فيه احزاب اخرى فيها من كل الناس. يعني حزب السوري القومي فيه شيعي وسني وأرتودكسي. يعني كانك عم بتقول انه في خلال كل كل ما جرى العمل عليه اليوم. من اجل يعني تراجع هذه الاكثرية. من اجل تصعيب الامور في المرحلة المقبلة. خلق بيئة معادية للمقاومة. كل هيدا لن يصرف اخر شي بصناديق الاقتراع. وبأنه فيه حرص اليوم. انا عندي ثقة وأنا ابنة بعلبك. وأنا بعرف الناس وبعرف طينتها وخميرتها. رغم كل الأوجاع الناس لا تفاضل ولا تذهب باتجاه تبني شعارات التجويفية والتحريفية. الناس مع كل الألمة ومع كل آمالة بأنه حزب الله وحركة الأمل والتيار أو هذه الأكثرية. كان مفترض انه تعمل أحسن على المستوى الداخلي كان مفترض كذا. بس هي بتعرف تماما انه الظروف معقدة وفيه حسابات خارجية هي تسببت. ما عم تنظلم الناس يعني لما بتفرد عليا. انا معقول ما عم تنظلم. لا لا انا عم بسأل سؤال. لما بينفرد عليا اذا بدك انه هي بدأ تروح الى هذه المفاضلة. هي اخر شي عم بتعبر بهذا الصندوق الاقتراع عن هي يعني ايمانة بهذا المشروع المقاوم بثقافة المقاومة بانه هي تحضن. هذا الامر حتى النفس الاخير. شوف. وهون كمان انت عم بتشيل منا قدرة المحاسبة. اللي هي المفترض انه تنتظر كمان بالداخل على اكثر من ملف. خلينا نعمل مقاربة من نوع اخر. طيب. اذا كان هؤلاء اللي نحنا عم نقول اكيد انظلموا. واكتريت الشعب اللبناني انظلم. والظلم الآن لاحق بالجميع. كل الشعب اللبناني انظلم. لاحق بالجميع. طبعا. وقلي قليل اللي مستفيدة واللي زبطت امورها. لكن عمليا. هي ما بتستطيع تقول. حتى. مش بدي قلك. حتى مش رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. اللي بيطلعوا يمت قادي قاولوا الناس. انه هو دي رؤسة مفارقة معهم مشان. مين قالك انه 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 ما بيشعروا بهذه المرارة والقلم وهذا. بصرف النظر الان كيف من قرشها هالقصة. وما احد هيعمل لي انه انا عم بعمل شعارات. لا مش عم بعمل شعارات. ليش الرئيس نبيه بري لما يشوف هذه البيئة. انه يعني هو رح يكون مرتاح. اكيد مش مرتاح. بس هو بيعرف انه الامور فيها تداخل كتير. هو او غيره او رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة. يعني هذا النظام المعقصة. ومش دفاعنا عن احد. ومش دفاعنا عن احد. وانا ما بهلل لحدة يعني. وانا بنتقدر الرئيس بري وبنتقد حزب الله وبنتقد رئيس الجمهورية ما عندي مشكلة. بس لو كانت توصيف بس بهذه الطريقة. انه بطلع بشتم فلان وبنتقد فلان وإلى غيره. هذا بحل المشكلة على رأس. بس هؤلاء الذين يمنون النفس بانه الخيارات الاخرى ممكن ان تأتي بالمنموة السلوطن. ما شفنا. بك يا عمي اذا اموسا هوكستاين. اللي اجا على لبنان مع كل هذا الحكي اللي صار. رجع طلع يقول انه انه نحنا الى الان بعد ما انحسمت قصة الغاز من مصر للبنان. والكهرباء من الاردن للبنان. لانه في مشكلة اولة مبارح الوزير الاردني شو بيقول لا زار لم بلش. طيب اذا انتم عم شايفين اين هو مكمن المشكلة في كثير من القضايا. خلينا ناخد الكهرباء نموذج. طيب اذا نحنا عم نقول هذه الكهرباء اللي طلع وزير الطاقة اكثر من مرة قال انه اذا اجا الغاز المصري والكهرباء الاردني. بصير عنا بساعات محددة. بساعات محددة. طيب اتناعشرة زيادة. بحكة عن عشرة كيف عملتهم? عشرة يا ستة عشرة ساعات تيجي الكهرباء الدولي عشرة ساعات الان بهال الظروف. اي يعني انجاز كبير. مش انجاز كبير. ما انا عم بقول بليحظ المشكلة القائمة. مش عم بقول انجاز كبير. هني الله لا يوفقن كلهم سوا يعني عمليا يعني. من مين بدك ببلش. لا ما تبلش. حتى اذكر الاموات يعني. لا ما تذكر حدا. ما تذكر حدا. اليوم نحيش تدعيات. الله لا يوفقن كلهم لانه ما في بلد بالعالم ممكن قصة الكهرباء كانت هالقدي بتدعى لا تنحل. بصراحة يعني. ما حدا عنده عزر بهذا الموضوع نهائيا. من اللي ميتوا للي بعضهم طيبين. طيب وصلنا الى ما وصلنا. ما وصلنا الى ما وصلنا. عم نقول انه حتى هؤلاء الطيبين اللي بالمناطق اللي مفكرين انه هذا المن والسلوة رح يجي بس بمجرد نغير خيارنا الانتخابي وننتخب فلان يعني. يعني كسر الاكثرية وكسر المقاومة. وفلان المشعار بشو. لانه ضد حزب الله. او ضد حركة امل. او ضد التيار الوطن الحر. بيتغير المشهد. طيب ما هي انا شايفين. شوفك الحصار زاعدة. ما بصير فيه فكل الحصار عليه. وشايفين الدول الخليجي شو عم تحكي مع لبنان. وشايفين فرنسا شو عم تحكي. وشايفين امريكا شو عم تحكي. اذا بيت القصيد مش بهذا الموضوع. هذا الموضوع هذا استغلال رخيص لتحقيق مكاسب آنية لا تصرف. ولا نتغير فيها شيء. ولا. لانه يخيب. ما ليش الامر كان هلقدي عم بيتضحكوا علينا. طيب. ليش عم يتدخلوا الان لحماية رياض سلامة. ليش بديش اقول رياض سلامة مجرم وما بعرف شو ومدان وما بعرف شو. بدي اقول يا خيي يا اختي بدي اقول ايدم يمشاك. بدي اقول ايدم رياض سلامة. في حدا بهذا العالم ممكن يستوعب مية وثمانية وثمانين مليار دولار بيكونوا موجودين بلبنان. من نصح الاول من الالفان وتسعة عشر. لو وصلنا الاثنان وعشرين صار معانا اربعة عشر مليار. طيب وان الباقيين? سواء كانوا حقوق الناس او ودائع خارجية او سندات خزينة او مبعب شو بسموهن. وين اني? طيب مع حضرتك بلاشتو عم تقول ان وضعت يمكن الاصبع على الجرح. في ظل هذا نظام الطائفي المذاب اللي فيه خطوط حمر. واللي للأسف نحنا ما قدرنا نروح الى بناء الدولة القوية اليوم. اللي عندها استقلالية قضاء. اللي عندها مؤسسات فاعلة تستطيع المحاسبة. ما في ثقافة محاسبة بالبلد. وصلنا الى ما وصلنا الى. اليوم اذا ما كان فيه تسويات اقليمية او خارجية. ما بنقدر نروح الى انتاج تسوية داخلية. على الصعيد الداخلي. ما بنقدر نقعد مع بعض. بكرة بتتغير الامور. بيتغير الظرف. بيصير في قدرة على محبة اللبنانيين لبعض والبعض. للأسف. هيدا هو الواقع. انت اليوم امام فرصة حقيقية للدفع باتجاه بناء هيدا هيدا الدولة على الاقل اللي احنا عم نحلم فيها. شوف. التسوياتين التاريخيتين في لبنان حدستها نتيجة ظروف داخلية بحتي. بعد حروب مدمرة يعني شو? نتيجة ظروف داخلية بحتي. الان اي تسوية عم ينحكى عنا ما هو المطلوب باستحضره في هذه التسوية. هو حزب الله. طيب هو انصر القوة اللي عندك. طيب هدا هدا غير مطروح. وهدا لن يكون مقبول. يعني اليوم عم بيقولولنا انه عم بيخيرونا. ياب بنسلم هذا السلاح. طبعا. طبعا. اكيد. طب ليه مش اليوم التفاهم الامريكي الايراني سيكون لهم اكساته. ترسيم الحدود سيكون لهم. تسمعيني اللي. لو كل العالم. لو كل العالم. اخديها مني انا هذا الى قدامك اللي عقد حاله. عقلاته على قد حاله. اي. لو كل هذا العالم يأتي ويجتمع ويقرر انه يريد التخلص من سلاح حزب الله والمقاومة. وان يحول اسرائيل في المنطقة. او على حدودنا الى كيان. يعني فيه اخده عطا. وفيه علاقات طبيعية ومعترف فيه. هذا لن يحدث مادام هناك شخص واحد يؤمن بعقيدة المقاومة في لبنان. طيب. ان كان بحزب الله. يعني ما يمكن الحكي فيه. هو استراتيجية دفاعية. واللي طلع على سماحة السيد. نحن جاهزون. نحن جاهزون. ومنفتحون. وقلينا ننقش. لما بتقولي استراتيجية دفاعية. يعني شو معناتها. يعني تحط استراتيجية للدفاع عن لبنان. يعني شو معناتها. شو معناتها. انه حد لبنان مين فيه. في العدو الاسرائيلي. بالضبط. طيب. اذا البعض. هذه الكلمة اصلا مش هيقدر يستوعبها. هذه الكلمة مش هيقدر يستوعبها. فكيف بدك انت تعملي معه حوار على اي اساس. يعني شكالك عم بتقولي ما في امكانية للوصول الى اي حلول في الفترة المقبلة في ظل هذا الانكستان. يعني هي منها يا ابيض يا اسود. شوفي مرة. بيصير في نوع من رمض نيزان. بيصير في نوع من. شوف. 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 العدو الاسرائيلي والامريكان. منهم عم يلعبوا. اكيد. انه بيعرفوا تماما هذه البيئة. وبيعرفوا تماما قداش هي فيه خلل داخلي فيها. عم تكي على صعيد البيئة اللبنانية يعني. اي طبعا بيعرفوا تماما مش هيك. خلوا هلأ انه هاي دي قصة النفط والغاز وهذا التلاعب فيها والاخذ والعطى ومش عارف. انه معلاش ما احترامنا للرئيس بره والرئيس عود والرئيس مياتي. وكل اللي عم بيشتغلوا بهذا الموضوع. ادي صارنا نحنا عم نحكي في هذا الموضوع. لو صلنا الاتفاق الاطار عملنا عشر سنين. عشر سنين. ومن اتفاق الاطار هلا. لا حاليا ادي صارنا سنتين. تقريبا سنتين. طيب. انه لو كان هذا الامريكي. والعدو الاسرائيلي. في عندهم مصداقية بهذا الموضوع. ليش هلا ادي بديو ياخد وقت. طيب ما واضح انه في اطمع اسرائيلية اخر شيء. وفي هدف لا اخر شيء. بديو يروح الى تطبيع اعتراف. جيد. اذا. اذا هو يريد ان يتسلل الى مكام اخرى في هذا الموضوع. طيب. لما عم بيلاقي هذا الحاجز موجود. هل يستطيع الرئيس بري. وهل يستطيع الرئيس عون والرئيس مياتي ان يكسروا هذا الامر. بس عم بس ليك سؤال. هو رئيس بري مش مطروع عنده كسر هدا. الموضوع من الاسم. عم بلك انا. ايه. ايه. لحط لقات محددة وانطلق منها. عم اقول انا هن المفاوضين. ايه. مش هن المفاوضين رسميا. ايه. هلا صار عند رئيس الجمهورية. اوكي. صار عند رئيس جمهورية. بس انه هذا لا يعني انه طلعوا هن من الموضوع. لا اكيد. بالنهاية هن كلهم موجودين. هل يستطيع احد من هؤلاء. تلات. خليني يقول تلاتي. كل واحد بمسار معين. بالمعنى السياسي. وبالمعنى الطائفي. والمعنى المذهبي. مش هيك. ما دمنا عم نقول نظام لبنان نظام طائفي. هل يستطيع احد من هؤلاء. ان يكسر مثل هذا الامر. ما بيقدر. ليش ما بيقدر. لانه بيعرف انه هذا الامر فيه اعتداء على الحق الوطني اللبناني. اكيد. واي شي بتصير الفضاء. شفتي هلا انت. الى الان ما في شي واضح. اه. وبدأ يسوق تنازلات وشغلات. لا ليش ما في شي واضح. في اخر شي مواقف معلنة. وحق الناس تطرح اسئلة حول هذه المواقف. شوف. شوف. لما بتطلع انت بتقول له للمواطن اللبناني. شوف الامريكي. حقق بالنقطة تسعة وعشرين. وبعد شوية بيصير فيه نوع من تراجع. خليني يقول ما بدي يقول تخلي. وانه هيدا لا هو خطة فاوضي. وبيطلع بيكون فيه رأيه عند الجيش اللبناني ورأيه اخر بالسياسة. شوف. حق المواطن انا الى الان لا اصدق كل هذا الذي قيل. شو لا تصدق لا اصدق. فيه كلام. انا لا اصدق. فيه مقابلة مع فخرة الرئيس في هذا الموضوع. انا لا اصدق كل هذا الذي قيل باعتبار انه اخذ من وجهة نظر واحدة. لانه عمليا لم يخرج احد ويقول لنا حقيقة الذي جرى في كل الجلسات اللي صارت. صحيح. سواء مع الوافد العسكري اللبناني او في زيارة هوكستاين المتكررة الى لبنان. كل ما نقل شفاهيا يقول ان هناك تقدم. هذا التقدم البعض فسروا تنازل عن تسعة وعشرين. وبعض فسروا عودة الى تلاتة وعشرين. لا استند لحظة شوي. استند الى موقف واضح. ما في شي. ما في شي. رئيس الجمهورية قال هيدا خط تفاوضي. وقال انه ما كان فيه حجاج برهنته. وانه نقطة الخط الترسيم هو خط تلاتة وعشرين. واضح الموقف استيس فايسا. شوفي انا الى الان الى الان لا استطيع ان اتبنى اي شيء طالما لم يتبلور الصيغة الكاملة لهذا الموضوع. نحنا سمعنا وجهة نظر. وسمعنا حكي من رئيس الجمهورية. اليوم وزير الخرجية عبدالله ابو حبيب. بس ما سمعنا شو الوجهة النظر كانت مطروحة من الامريكاني. شو اللي جيبه الامريكاني. يقول الوزير الخارجي عبدالله ابو حبيب للجمهورية. بان اقتراحات ايجابية اتى بها هوكستاين. يمكن البناء عليها. وهو يقول انه من المقتنعين. بان خط لتعوشين هو الذي يحقق مصلحة لبنان. وان الوفد المفاوض كان قد ابلغ اليه بانه طرح تسعة وشرين هو للتفاوض. واوضح انه يعارض ادراج الخط تسعة وشرين كتابيا في مرسوم يرفع الى الامم المتحدة. لانه لا يجوز وضع تواقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين على مرسوم تفاوضي. لانه التمسك بهذا الخط لن يؤدي الى اينا. واضح. واضح. يعني ما له امكانية للتأويل او التفاويل. جاي. هل اللي بيلاقوا انه هذا الامر في تنازل. بيطلعوا بيحكوا. بيطلعوا بيحكوا وبيجتمعوا. ما بيضل التراشق اعتبر هيك المفاوضة يعني بسام ياسين العميد ياسين طلع وقال عن موقف واضح بعيدا الموضوع. يا ستي ما احترام الى العميد الركم بسام ياسين. بسام ياسين طلع تقاعد. هلا بس يطلع تقاعد الواحد. ممكن واحد كتير تصير حجته اضعف. هيك بيقول الطرف الاخر. بس ما قال له زمان طلع التقاعد. يا ستي ان شاء الله بيكون طلع مبارح. هلا هو قدى موجود نظر. انا بالمناسب صديقي يعني العميد الركم بسام ياسين صديقي الشخصي. بس مش مش موضوع انه دفاع او هجوم او تبني او غير تبني. بس بالعادة هيك يعني المتداول بيطلع واحد بيقولك انه يا خي هذا لا. يمكن لانه ما جدد دوله. يمكن لانه ما قبله يحطوه بمطرح. يمكن كذا. ممكن يشكك بالحكي اللي عم بيحكيه. واحد تاني بيقولك لا ممكن رئيس الجمهورية نعطى وعود بشي معين ممكن تنازل. والبعض التالت. كل واحد بيقولك يمكن الرئيس بر يكون من تحت الطاولة قبلين. واحد بيقولك الرئيس مئاتي بده يطلع من الموضوع. واحد بيقولك حزب الله ليش ساكت. كل واحد عنده وجهة نظر بالبلد بهذا الموضوع. هذا الموضوع لا يحل بهذه الطريقة. بكيف يحل بيحل بيجوا بيعدوا مع بعضهم. هذا موضوع وطني. هذا مش موضوع بيخص لا بيشي العون ولا بيهر ولا حزب الله ولا مئاتي ولا اي حزب من الاحزاب. هذا بيخص البلد. تعدوا مع بعض انتو المعنيين وانتو المسؤولين وانتو المطالبين امام الناس بكرة. مطالبين بكرة قدام الناس انه شو عملتوا بهذا الملاف. ما بيصير تحت عنوان انه هذه صلاحياتي يعني مستعد انا فرت بمصلحة البلد. وتحت عنوان انه انا ما بيحقلي اتدخل بسكوت. خليها القصة على غيره. ما فيني اشتغل هاك. كيف لازم اشتغل. انا عمل لك. يعني تبلورت موقف وطني واحد. موقف واحد. ما يكون فيه اي خلاف. مع شرح للرأي العام بكل التفاصيل التي رافقت لدى التفاول. بيصير فيه مؤتمر صحفي. بيتوضح كافة الملابسات وانا مش عم معلمهم انه اشطر مني وافهم مني. بس حتى نقطع النزاع بهذا الموضوع. لانه لك. خليني يقول لك شغلي. وانا هلأ على الان بانو بيحكي بكل ارياحي. البعض بيقول لك مصلحة حركة امل والرئيس بالريء اوسوا على الرئيس ميشيل عون. البعض التاني بالتيار الوطني الحور بيقول لك مصلحة ميشيل عون. بس ما اصلا المواطف واضحة يا استيس فيسا. ما فيه. حتى هيدول اللي بدن ي NORوعوا. اول وان المصلحة. تفهم هذه المصلحة بمعارك جانبية اخرى. والكن بهيدا الموضوع مالشي. واضحة المواطف. مابدة كتير велدها. انا ماني خبير خرايط. ايه انه ابيين wamانいたك يا مواطن لبناني لما بتشوف الموقف بهذا وضوح؟ انت بدك يكون عندك يعني روايتك اللي انت و ihre اسئلة اللي انت بدك تترحها احسنا. شوفي انا بيحكي. انا عم ببا كانت tál على الخرائط التي قدمها الجيش اللبناني اللي هو استنتهيه على الخرائط البريطانية ما بعرف الخطوط والتعرج والمستقيم وبتحطي ليها براس الصخرة ما بعرف شو الاخيري هاي دي بك تجيبي خبرة مختصين انا لا ادعي اني بفهم ما عم بتسألك بهذا الوقتة تحديدا شوفي نحنا عصام خليفي من مال امين احطيت من مال ياس فرحات من مال احترامي لكل العميد الركن بسام ياسين بيعطوا اراء وفي وفد ما عم بقول لا خليني يكمل خليني يكمل عم بقول كل واحد قد تتبلور عنده فكرة معينة كلهم معهم حق وكلهم بيفهمه وكلهم من اختصاصه عم بيحكي وحتى المختصين واصحاب الاختصاص بعض الاحيان بيختلفوا بيتبينوا بوجهات النظر نتيجة الخرايط اللي إليه علاقة خرايط 22 العشرين ما بعرف شو ده في وفد عم يتفاوض استند على معطيات عم بقوله انا خليك ما تبيني انت كأنك عم تهاجمي بس رئيس الجمهورية انا ما عم هاجم حدا انا استندت على موقف واضح لا ما تحطني بهذا الموقع انا مش موقع هاجم حدا اليوم في خليني وضح حتى ما تبيني انت كأنك عم تهاجم كأنك ما قلت اني اول شي انا استند الى موقف واضح في مقابلة معنا اولى نصيف للاخبار اليوم في ملف ترسيم الحدود بالواجهة استند الى هذه المواقف واطرح السؤال لا عم هاجم هذا الطرف ولا ذاك الطرف هيدا اليوم المطروح وانطلاقا مما هو مطروح اطرح السؤال انا قلت كأنك انا مش كأني انت اكفهمتك بس انا مش كأني كاف باللغة العربية حرف تشبيه بس انا ارفض انا اظهر بهذا الشكل انا مش انت رفضي انا عم بحكي وجهة نظري عم بقول انا بالمقابلة ما بديت بيني كأنك بس عم تاخدي الامر باتجاه معين على ماذا استند انا عم بقول عموما هذا الملف فيه اختلافات تدرجة من مكان الى مكان من الخطوط من الخطوط للحقول للخط المستقيم للخط المتعرج لتبني خط هوف لبعض خط هوف لخراية العشرين لخراية المشاعدة ما خلصنا لا ما خلصنا كل واحد عم يرجعنا على مطرح للمرسوم 6433 توقع توقع ما توقع من نبعته على الأمم المتحدة من نبعته على الأمم المتحدة كل واحد عم يحاول ياخد القرص على مطرح واحد بيقولك رئيس الجمهورية عنده مشاريع بده يمكن عشان جبران بسير يرفع هلا انت فتت بالتحليل عملك بس انت كصحافة مش تستند اخر شي على الوطائع الموجودة ما في وطائع ما في وطائع ما في وطائع ما في مرسوم اسمه يعني هو عم يقول انه في جو اجابه يعني هو عم يقول انه اليوم في جو اجابه امكانية للوصول الى تفاهم حول هيدا الموضوع ولكن هو غير يستند فيه على يعني معطى هو من خلال التفاول اللي عمله شوف نك فيه كلمة قاله هوكستاين بس لو العالم توقف عنده بتعرف انه هيدا الامريكي قداش مخادع وكذا وعم يتلاعب بالجميع وهي قال القضية تبدأ من الطاقة ولا تنتهي عند الطاقة يعني في ربط بين الموضوعين اذا يعني شو عم يعمل يعني عم يدقس بين اللبنانيين وممكن يسرب حكي صار بينه وبين الرئيس ميشيل عون على عكس ما كان موجود الحكي بس انت ليه عم تحتد بهيدا الانضور انا عم بحتد لانه هذا الملف خطير وحساس بس اليوم كصحافي تستند على ما هو معلن اليوم فيه كلام واضح يا ستة مش عم تقولي هاي اذا كان رئيس الجمهورية بمتنازل هالقدة بما لنا حق فيه انا بديكون اول واحد ضد رئيس الجمهورية واذا الرئيس بري متنازل انا بديكون ضد الرئيس بري بس مش هذا الموضوع الموضوع انا عم نتبنى عم نتبنى وقائع نهائية وإلى الهام ما انتهت والسؤال ما كان ما تروح من بيض التنازل اصلا انت اليوم اعتبرت او اعتمدت خط معين للتفاوض اوكي حقك تطلع بتوضح هذا الموضوع لما اجه هلأ مناش ان هذا مثل واحد نحن عم نحكي عن سمك بالبحر سدقيني سمك بالبحر هذا وهم هذا وهم سدقيني نحن عم نربط اللبنانيين بقى اوهام الاسرائيلي في مكان اخر تماما ما الذي يريده اخر شيء الاسرائيلي في مكان اخر تماما اسرائيلي يريد رأس المقاومة اخر اخر همه نفطه غازه بلوته بمسمة ما هو اخر شيء حريص ما هو حريص على استخراج نفطه مسترجي نقرب لحظة هلا اذا ما هو حل هو الامريكاني معان الله يوفيك والله العظيم يعني بعض الاحيان احنا معلق الامال على اشياء من كوكب اخر نعلق الامال على اشياء شو بدك بها الحكي يا عم يروحوا الامريكان يطلعونا المصريات اللي يتحولوا لبرة نطلع بفاصل اخير ونطلع بفاصل اخير شو بدك بها الحكي شو بدك انا مسأل يعني موسيقى نصل الى المحوى الاخير في هذا الحوار مع الصحافي والمحلل السياسي الاستاذ فايصل عبدالساتر استاذ فايصل فيما يتعلق بمشهد اذا بدك التحالفات المقبلة خصوصا بعد انسحاب رئيس سعد الحريري او مش انسحاب تعليق العمل السياسي اليوم كيف هيكون له تأثيره على الواقع وعلى الخريطة التحالفات في المشهد الانتخابي بيخلي الموضوع اكثر ضبابية خلينا نقول بيكون في صعوبة اكبر من سيملأ هذا الفراغ في نهاية المطاف هلا ما حدا بيملأ فراغ حدا يعني ما حدا بيعبي مكان حدا كل واحد له مطرحه يعني هلا الرئيس الحريري اختار او قيل له او طلب منه على كل الاحتمال عفوا على كل الاحتمالات بلا شك سيترك تداعيات وتأثيرات هلا من سيتنطح ليكون يعني صاحب القوة الاكبر ما بعتقد فيه حدا بعينه يعني الام مشخص امامنا ليكون صاحب قوة بمثل قوة الرئيس الحريري مع كل الاصابات البالغة التي اصابت الرئيس الحريري وتياره سواء من اداءه الشخصة او من الضغوط التي مورست عليه او من اخفاقاته حسب ما سميها مع الحلفاء او مع الذين كان معه في هذا المشوار الطويل هلا بكل منطقة اكيد بدي يبرز شخصية معينة وكلهم يعني سيطلع يقول انا عنتر بس المشكلة انه ما في عنتر يعني الى الان هيدا كيف بأثر على المشهد السني تحديدا هلا ما بعرف كيف يعني ما عندي فكرة كيف بس اكيدة بده يصير فيه تنافس بين بعض الشخصيات هذا اذا شلنا الرئيس مقاتي على جنب اذا دخل الرئيس مقاتي ك كمرشح للانتخابات مش كمرشح كمتبني على الاقل هلا كمرشح يمكن هو ما بده يعني مش محسوم هيدا ما بعرف يعني اذا بده او يمكن باللحظة الاخيرة يعني يقرر يعني هذا بالنهاية خيار له بس اذا دخل كمتبني وكعراب ممكن ان يكون احد اهم الموجودين اللي ممكن يعبوا هذا الفراغ مش يعبوا بديش اقول انا بدل عن ضايع يعني عيب حق الرئيس مقاتي وفق اسمي قاتي بالنهاية اصبح نحكي عن الفراغ اللي يعني نشأ بعد هذا التعليق لا انه بمعنى ان يكون يعني على مستوى على مستوى هذا الغياب من الغياب الذي حصل بشكل او باخر اما تعبئة الفراغ ما حدا بيقدر يعب فراغ انا ما نقول فراغ خلص فراغ ما في حدا ما في حدا يكون بديل حدا في حدا يكون مكمل لحدا في حدا يكون انه ما يترك ناقص الى اخرية بس انه واحد بدل واحد انه والله راح الحريري جيبنا واحد تاني يعني مش زابطة يعني لا نفس الحيسيات لا نفس العناصر لا نفس المكونات ما بعرف شو الى هكذا بس هيدا كله يؤثر على شو على المشهد التوازنات التوازن الطائفي بالتأكيد بالتأكيد هذا سيخفف سيؤثر على عدد الناخبين على المشاركة طبعا على المزاج اكيد هذا الامر اكيد في ناس كتير حيصابوا باحباط وبيده ممكن يعبروا عن هذا الامر بعدم الذهاب الى الاقتراع وخليني اقول عموما المزاج العام الام من خلال كمان القراءة قد تكون نسبة الاقتراع متدني وهذا سيكون انتكاسي للجميع لذلك يعني المطلوب بين قوى المقاومة وحلف المقاومة وحزب الله وحركة امل والتيار الوطني حر ان يعملوا كل ما بوسعهم على تحفيز الناخبين يعني هذا الاهم الان بس يوم تستطيع تحفيز الناخب اللبناني بظل هذا الواقع الهلقات صعب كمان يعني اقتصاديا ميليا اجتماعيا انا ما اقول مش صعب انا ما اقول مش صعب بس فينا نحل هذه القصة بالميجا سنتر على الاقل الميجا سنتر قد تكون احد الوسائل المسهلة وهي دي مش بس يعني هاي بتعمل فارق نوعي يعني اذا نحنا ادركنا وضمننا يعني هذا الامر حتى ما يصير فينا مثل العراق يعني لانه بالعراق صار فيه مشاكل كتير بهذا الموضوع ما بعرف هلا بالعراق قيل انه هناك دول خليجية دخلت على الخط وما بعرف اذا قداش دقيق هلا بكل حال اصبحت النتائج هنا قدر روح على الميجا سنتر هلا احنا بيظل اذا بداك الفترة الفاصلة بيظل هذا الوضع ما بدا شي يعني ما هاي دي هاي الشركات اللي تطلع بتعملك احصاء وبيطلع معاها بتقرر مين جاية انه ما عايش فيها تعملنا اشراف على ميجا سنتر اذا هلقدي شاطرين انه صاروا عم بيحصوا انفاس الناخ بين بالماتن او بكسروين ومين طالع وبيصير يعدلك يونه عصاق يعني انك استندت على هذي الارقام عمقول انه تؤمن بهذه الارقام عم بقول انه شو في هاو دي يعني كل مرة بيطلع يعني هنه نفس الشركات مش نفس الائلية بتستخدم طيب طيب كيف تطلع معا النتائج متطاقدي هالان لانه في تغيرات كبرى على صعيد الميزاج الشعبي تحولات في مصريات كبرى في اموال تدفع بعض الاحيان ايه في اموال ما هذا الامر بامريكا صار يعني مش ضروني بلبنان بتزور بهذه النتائج بتزور بهذه النتائج يعني مش قص التزوير تبهي مرة واحد يعني مرة واحد طبعا احتراعنا مش هموجه الكلمة لشركة معينة ايه ايه انا عم بحكي بالعموم بعض الاحيان شركات الاحصاء تقوم باحصائيات وبالطلب يعني بيجيها زبون الى اخرها فهي لطرد الزبون ممكن يعني تقول بس تفقد مصدقيتها اخر شي يعني بك ما حدا فارقة معه مصدقية شو بدك ترتكت شوفي خليني خليني اقول شغلي لما بتطلع هاي شركات الاحصاء بتعملنا رسم بيانة كيف بيصير عندها العملية الفعلية يعني اي شي العينات اللي بتاخدهم عشوائيا ولا عينات مختارة ولا بتعمل تباعد جغرافي بتعمل تباعد او بتعمل اختلاف طائفة ساعتها بؤمن انا وهذا الاحصاء ما بيكونوا بيوم واحد طبعا اكيد ما بيكونوا بيوم واحد يعني انا بدي اعمل فترات متباعدة اليوم خطب جعجع اليوم خطب سامي جميل اليوم خطب مثلا جبران باسيل الاخري بياخد المنطقة اللي معنيين فيها بالدوار بروح على مطرح تاني خطب سمحت السيد حكي الرئيس بري حكي مش عارف جنبلات بروح بياخد استبيان تاني بيعمل هذا التباعد بالزمان وبالمناسبات واختلافات طائفية مش عارف شو عشوائية اختيارات بيطلع الى حد ما عندي رؤية بس ما في حدا يطلع يطلع لي نسب هيدا النسب خاضع للتجاذب باي لحظة بعدين ممكن انا سائب احيانا اعمل احصاء بالشارع بتسائب كله بيطلع او سوسا صفا او قريبة او اولاد عمه اولاد خاله او بيحبوها فبتطلع هي الاولى مش معنات انه هذا صار فعلا يعبر عن حقيقة الواقع تب برأيك فيه امكانية لعدم اجراء هذا الاستحقاق وتحت اي عنوان تحت اي عنوان اليوم يمكن اذا بدك ارجاء هذا الاستحقاق انه بعض المعطيات كأنه بتقول فيه نوع من تخوف من عدم امكانية اجراء الانتخابات النيادي هلا اذا سألتيني انا باحساسي الداخلي بحس انه احنا مش رايحين الى الانتخابات انطلاقة من المعطيات والمعلومات اللي عندك بس هذا ما فينا نعمل على يعني انه هذا هو المؤشر انه بتصير الانتخابات ولا لا يجب علينا جميعا ان نبقى على نفس الحديث الانتخابات قائمة بخمسة عشر ايار وكل اللبنانيين اللي بيحبوا يمارسوا حقهم الديمقراطي مع او ضد عليهم ان يتهيئوا لهذا الاستحقاق لا لانت معنا اتهامات واضحة بالتجاه حزب الله والتيال هلا هذا كله حكي بلطعمي كله حكي بلطعمي اللي عم يتهم حزب الله هو ما بده الانتخابات مين يعني دكتور جعجع 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 وسامج جميل وكل من لفه لفهما وكل من له علاقة بالانجي اوز وهو ده هن ما بده الانتخابات وكانوا عم يضع لانتخابات مبكرة لانه اللي بده الانتخابات ما بيتهم الاخرين بالعمل على تطير الانتخابات منين طلعوا معو تطير الانتخابات شو هي المعطيات اللي حزب الله ما بدهوا الانتخابات. انتوا لقى من انه اللي بيشوفوا انه في تراجع كبير عند التيارة الوطنية. ونحن كمان بنشوف انه هن كذبين. وهن مش صحيح عم بيحكوه. وهن ما بدن الانتخابات وعم بيحولوه على الاخرين. انه هاك بصير الحوار بالبلد. هاك بصير الخطاب السياسي. طلع يا اخي اقول. نخشى ان يكون هناك جهات تعمل على. بس تطلع بتتهم ناس معينين. وبتطلع بتعمل المعركة مع ناس معينين. وبتقول معركتنا لمواجهة حزب الله. وبتقول لي عندك مزدائية. لا ما عندك. في رأي اخر. بعدين الفيديوهات اللي سربت. اي. الفيديوهات الطائفية. الكلام البغيد من بعض مسؤولية القوات اللبنانية. وزي على وسائل التواصل. شو بيبرروا? السؤال. شو بيبرروا? اول شي حكي طائفة ومحاولة استثارة الناس. ومحاولة خلق امر واقع فتنة وين? برأيك هيدا منصوب هيدا. اذا عندك انتخابات يا اخي. اي. روح على الانتخابات. حنق حيرتفة. وابن زحلي وابن علي النهري وابن تعلابية وابن مش عارف شو ما كلهم هاو دي. ما كلهم قريبة. يعني كان اكتقول الاكثر تأزما هو اللي بيستبيب. طبعا. اللي بيعزز هذا الخطاب. اي. هو بيكون اكتر تأزما. ومش عارف حاله اذا عنده يعني خمسة عشر نائب بدي يخلي الخمسة عشر. وانه او بدي يزيدن للخمسة عشر. مش بحرزي ياخد البلد على خيارات انتحارية ليزيد نوابه خمسة. في رأي اخر. لا حيزيد نوابه. انا حاسمة. ايه متل ما انا حاسمة. متل ما هو كمان عم بيحسم. في رأي اخر بيقول. طيب لشو اصلا اجراء هذا هذه الانتخابات طالما انه ما حنوصل الى تغيير المنشود. وما حنروح الى يعني خلق واقع جديد. وفي في ظل. متل ما سمعنا بعض الاراء بتقول. في ظل اليوم نفوذ ايران. في ظل اليوم ما سلاح المقاومة وقوة المقاومة. يعني هلأ اللي مراهن انه الانتخابات بتغير المشهد كله سوا. كمان عنده واهم يعني. هذا البلد فيه الكثير من الطرق التوافقية للمضي بالحلول. بعدين مشكلتنا نحنا مش مشكلة داخلية بس. طيب الان جبت انت اكترية. يعني هلأ انت عنا هاي الاكترية. ادي شي اكترية بدي. بتقدر تحكم. ايه. جبنا اكترية. شو يعني هاي الاكترية شو يعني انه الاكترية راح تجيب لنا ميت مليار دولار يعني عالبلد. يعني بظل واقع متل هذا الواقع. انه شو هاي الاكترية بذا تروح تجيب الصواريخ الدقيقة لحزب الله بتقوله لا اسرائيلي انه انا خلصتك من الصواريخ الدقيقة لحزب الله عملوه لنا يعني. يعني هذا وهم. هذا يعني كله اختراعات لشد عصب الناخب على الفاضي. حتى لواحد ينبسط انه اجا بن عمه ابن خاله ودكتور فلاني والمحام فلاني. اه هيكي بس هالقات. ما في غير هيك. ما في خيارات كبرى بالبلد الانتخابات السياسية. شوفي لايلك يعني. خلينا نكون صريحين. الخيارات الكبرى صارت بالانتخابات الاولى بالتنين وتسعين. وصارت خيارات كبرى الى اخرى. خيارات كبرى لما نحنا رحنا غلطنا الغلطة التاريخية. وسكتنا لبعض المغامرين بالبلد بالالفين وخمسة. اخدونا الى مسار انتحاري. بدأ من الالفين وخمسة وبعده الى هلأ مكمل. بس كان فيك تتصرف. خيار انتحاري ضد سوريا. بعد اغتيالي الرئيس الشهيد رفيق الحريري في دول كل ما. بك فيني اتصرف. ايه فيني اتصرف. هلا واحد بيطلع بيقلك. لو عدنا الزمن للورا بترجع بتعمل هذا التحالف اللي صار. انا ما بدي رجع الزمن. بس انا عم بقول حصلة الالفين وخمسة مش الحال. وركبوا عظاهرنا مشاك. ركبوا عظاهرنا ببعض الخيارات تصير. انه ركبوا عظاهرنا البعض طلع طلع يقول حررنا البلد مشاك. طلع يقول حررنا. مصدق حاله انه حرر البلد انه سوريا محتلة. بلنا بفكرة انه نقبل يقولوا السوري محتل. الى هذا المستوى سكتنا. بس اليوم انت عامل تحالف. هلا بتقول اني عم هاجم. معلش عن اليوم في جزء كبير من الجمهور التيار الوطن الحر وقيادين بيعتبروا انه كانت هي زمن احتلال سوريا. ورحنا على ما عم بحكي ازا كانوا من الفين وخمسة. بس معلاش شوش. معلاش شوش. معلاش شوش. معلاش شوش. معلاش شوش. اكتر ناس صادقين. اكتر ناس صادقين مع نفسهم. قالوا عن الوجود السوري. بوقتها. بس خليني كمل يا حبيبك. اسمعيني شو. لا هذه مسألة حساسة. اكتر ناس صادقين مع حالهم بهذا البلد. في مقابل هذا الحل في اللي اسمه حزب الله وحركته. انا هن تيار الوطني الحر. طيب بس ما كمان اليوم بي. في اطراف اخرى ما هي قالت انه هن هي تعتبر انه كان احتلال. ليه ما عم تعتبرهم الفادقين. عم بقولك اكتر ناس صادقين مع حالهم. اوكي. انا معقول. انا مش هول. مش نقاشي مش مع هول. مع مين? نقاشي مع اللي كانوا قاعدين تحت السوري وبحضن السوري. وكل شي عملوه من ورا السوري. طلعوا قالوا حرا لنا البلد من الاحتلال السوري. مش نقاشي مع التيار الوطني الحر. يعني مش مع فكرة الاحتلال. مش مع فكرة الاحتلال السوري. مع من كان هو يعتبر هذا الموضوع. بس هو كان حليف. لا 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 ديها ديها شوية. لا 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 لا. لط 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 فيو تاخد الأمور. مع ملط. عم بستنتج. انا عم بلك انا التيار الوطني الحر اكتر ناس صادقين مع حالهم. اخدوا هذا المسار لال الفين وخمسة. بس طلع السوري من لبنان تغير خطابهم. ما طلع يرجع يقول ماشي. اما هوديكي راحوا للعكس تماما. كل الوقت كانوا تحت السوري وتحت جناح السوري. وبس طلع السوري اخدوا لبنان الى خيار انتحاري مع سوريا. اوكي مطحة الفكرة. هذا اللي عم بقوله. اوكي لعا ما كانت مطحة. انت قلت مطلح الاحتلال. بالالفين وخمسة نحنا رحنا بتحالف مع هودي اللي اخدوا البلد على خيار انتحاري خوفا من الفتنة. لكن هذه الفتنة غادرناها ولم تغادرنا. بعدها. وضلت حاكمتنا وضلت خانقتنا وضلت لاجمتنا. لحتى سكتنا على كثير من القضايا وبعضنا ماشيين بنفس المسار. بالوقت اللي خزلنا بتيار الوطني الحر بالالفين وخمسة. وكنا قادرين معه نعمل تغيير بالمشهد السياسي بالكامل. لكن نحنا اثرنا عدم الدخول بالفتنة على موضوع الربح السياسي. اوكي ابل الفين وخمسة. بعدها رحت انت الى انتخابات. بعدها رحت لالالفين وتسعة. ووصل فخامة الرئيس الى قصر بعضها. لا ابل ابل رحت لالالفين وتسعة. اعملت كل الخيارات ورجعت الرحتة. اعطيتهم الاكترية بايدك. انت. بعد اتفاق الدوحة. ايه اعطيتهم الاكترية بايدك. وطوعتي بشيال عون بوقتها معاكب هذا الخيار. يعني من بعد كل الخسارات اللي اكلها بشيال عون. كمان رجع ابل يروح معنا بخيار يعطي الاكترية لغيره. كمان ابل. يعني مشكلة في من استطعت تطويع واخر شيء. ايه انه نحنا نحنا يعني نحنا طوعنا حالنا وارغمنا حالنا على خيارات. اصلا هي كانت ضدنا. واصلا هي كانت ضد مسارنا. يعني اخطأنا. بس تحت عنوان التوافق. تحت عنوان البلد ما ينفجر الى قريق. ما على شيء الاخرين يهدوا حصانهم شوية. صروا نلاحق انه من الالفان واحد عشر. وضنوا يسقطوا بشار الاسد وسوريا وما بعرف شو. اخترعوا لنا النائب النفس. واخترعوا لنا مئة ألف اختراع. بله شفتيل البطرك شي مرة حكي عن النازحين من السوريين. طبعا ويحكي المجتمع الدول اللي ياخدهم. انت نحكى remove general. انت هلأ بالأولويات اللي حكيي إشو؟ الأولويات عنده نحافظ على رياض سلامة. والمصارف. اس تاذ فايصر هيدا الموضوع نحكى ونطرح. ايا نحكى. ايا نحكى. هيا نحكى. هذه المؤتمرات الدولية وبيروحوا فيجوا. تطبعا. مين هيدي لغة العداء مع سوريا وانه سوريا هي الاساس في كل ما لدينا بالمنطقة شو يعني بيطلع بيقلك جعجع وجملات بخطابه عدونا السوري وجارنا الاسرائيلي هكي طلعوا هكي 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 روحي شوفي التغريدات انا بدأ اشكرك على هذه المشاركة الصاخبة اليوم معنا صاخبة لو سهلة فيك لا مش صاخبة بس انه الوضع هكي يعني انه واحد كمان يعني ما بعرف يعني الوحد كمان ما فيكم بلا نون وبلاغوية وبلا طعم يعني بصراحة شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة